المعنى الثاني هو كلمة كرازة في الكرازة بصفة عامة الكرازة عبارة عن توصيل معتقداتك للطرف الآخر وليس محاولة إقناع لأنه عبارة عن تبشير يعني كلمة تبشير أو كرازة نفس المعنى على فكرة فكرازة أو تبشير هو إصال مجموعة معلومات عن إمنة للطرف الآخر يعني مثلا إحنا نقول فلان كارز المعروف أنه نزار شاهين كارز أيوة بالإسلام عندهم داعية يعني هاي الكلمة المقابلة اللي نستخدمها عشان كده يا خنزار الكرازة تتم على مستوين برضو تتم في داخل الدين الواحد يعني مثلا هناك كرازة من الإنجليين للأقباط الأرذوكس ومن الأقباط الأرذوكس للكاثوليك ومن الكاثوليك للأقباط والإنجليين كلهم يحاول أنه يجتزب الآخر إلى عقيدته هناك كرازة شيعية للسنية أو سنة للشيعة أو دعوة فإذا كرازة يتتم في داخل إطار الديني الواحد أو ما بين الأديان طيب الكرازة دي ما بتستخدمش أو التبشير ما بيستخدمش كتاب مقدس لأنه ده غير قاصر على الكرازة المسيحية أو الكرازة بالإنجليين بس فعب